ملامح الدور المصري لو احنا اتكلمنا على مصارات مختلفة مصار سياسي وامني وانساني شاف ملامحتي ازاي سيد احمد؟ هو ملامح ثابت خلينا ناخد الشعار بتاعه والسلوجن بتاعه من كلمة لفخمة رئيس عفتاح سيسي قال فيها نحن نتعامل بشرف في زمن عذى فيه الشرف وخلينا نسترجع الكلمة العظيمة اللي القاها معالي وزير الخارجية السيد سامح شكري في جلسة السياسة الخارجية والامن القومي في مؤتمر حكاية وطن وخلينا نتوقف على انه يفخر بتنفيذ السياسة التي وضعها فخمة رئيس عفتاح سيسي وفق الاستراتيجية تعلي من المبادئ الانسانية والاخلاقية في اطار من الالتزام بالتوازن في العلاقات في الاطار من الالتزام بالحفاظ على الحقوق الانسانية للشعوب في الاطار من الالتزام بالدولة الوطنية وفي الاطار من الالتزام بعدما انتدخل في شؤون الدول الاخرى ده بلخص لك كيف تحركت الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى منذ اللحظة الأولى كانت الدولة المصرية أكثر قدرة من غيرها على تفهم ما ستقول إليه الأوضاع نتذكر يوم 7 أكتوبر مساء البيانة الأولى الصادر عن وزارة الخارجية المصرية وكان بيانا تحذيريا حذرت فيها الدولة المصرية من مخاطر تصاعد الأحداث ومخاطر استمرار العنف وحذرت أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات إنسانية كبيرة على المواطن الفلسطيني هذا التحذير الذي أطلقته الدولة المصرية مبكرا هو الذي تحقق على الأرض ليه ده جاي؟ ده جاي من القدرة المصرية على قراءة المجهد على قراءة طبيعة الصراع في هذه البقعة الحيوية من الوطن العربي على طبيعة تأثير ذلك على محيط الإقليمي في الشرق الأوسط وعلى تفهم أن استمرار هذا الصراع يمكن أن يتحول إلى كارثة إنسانية كبيرة خاصة إذا تداعت الأحداث ودخلت أطراف إقليمية أخرى في هذا الصراع التحذير المصري كان واضحا ويمكن منذ هذه اللحظة توالت الجهود الدبلوماسية وهنا لازم نتفهم ورأي العامية تفهم أن فيه فرق ما بين العطفة والمواقف الانفعالية على مواقع التواصل الاجتماعي وما بين رؤية الدولة ومؤسسات الدولة والعمل في إطار الالتزام بدور هذه الدولة بمعنى أنه لا يمكن لأحد أنه يتعامل إنفعاليا أو عاطفيا ولا يرى جهود دولته على الأرض ويقلل من هذه الجهود سواء اتصالات سواء مؤتمرات سواء مشاركة في قمم بدعوة العطفة وأنه لا يرى أملا في ذلك بالعكس بالعكس يعني العاطفة مطلوبة ليه العاطفة مطلوبة؟ يمكن الفقرة اللي فاتت حضراتكم كنتم بتتحدثوا عن التأثير الذي حدث على الرأي العام العالمي التأثير ده يمكن إحنا كنا هنا في حلقة وقلت أن قدرة الشعوب العربية على التأثير على منصات التواصل الاجتماعي ستحدث فارقا على الشعوب وأن هذه الشعوب ستكون قوة ضغطة في تغيير مواقف دولها بس هل ده كان يمكن أن يتم دون جهود دولة؟ لا علشان كده لازم نتفهم إنك عايز تدعم دولتك اقرأ موقفها الرسمي التزم بموقفها الرسمي وصيغ ده في مواقفك على مواقع التواصل الاجتماعي ستنتصر لأنك ستبني مواقفك على مواقف صحيحة تتبنها دولتك في إدارة هذه الملفات طيب الدولة المصرية ارتكزت على إيه؟ ارتكزت على رؤية تتعلق بالقضية الفلسطينية نفسها وارتكزت على رؤية تتعلق بالقضية الإنسانية نفسها بمعنى أن مصر فرقت بين مصرين المصار الإنساني والمصار السياسي ومش فرقت بمعنى أنها قالت ده ملوش علاقة بدها لكن هي كانت واضحة في السياغاتها الدبلوماسية أننا عندنا مصار إنساني لابد أن نلتزم به وعندنا مصار سياسي لابد أن نلتزم به المصار الإنساني كان يتعلق بضرورة وقف هذه الحرب الإبادة لما نعرف إن احنا وصلنا إلى حوالي 11 ألف شهيد فلسطيني حوالي 7000 منهم امرأة وطفل إذن نحن أمام حرب إبادة تمارس على مستقبل الشعب الفلسطيني والأمر لا يتعلق بحرب لما نعرف إن هذا الحصار يعني مش لقيله تعبير بس هذا الحصار الكارسي الذي يمكن أن يحرم المواطن الفلسطيني من حق الحياة وهو أحد الحقوق التي تدافع عنها الأمم المتحدة والتي صيغت فيه مبادئ حقوق الإنسان إذن أنت تتحدث عن مخالفة صريحة لمبادئ حقوق الإنسان العالمية وهنا بتبان إزدوجية المعيير إزدوجية المعيير مش في ده بس في كذا حاجة تانية بس حق الحياة نفسه هو أهم حاجة لما أفرد على شعب ما فيش مية ما فيش كهرباء ما فيش وقود ما فيش غزاء أنا أحرم هذا الشعب من الحياة الدولة المصرية كانت واضحة ورفضت هذا الأمر وأسرت إصرارا واضحا على فتح المعبر اللي هو لم يغلق من الطرف المصري على الإطلاق وده لازم نحن نتفهمه ونحن نتمسك به لأن هذا الأمر مثبت مثبت بمواقف رسمية ويمكن نحن شفنا دولة رئيس الوزراء الدكتور مهندس مصطفى مدبولي وهو يتصدر تجمع المصريين من أجل الضغط لإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح وشفنا هذا التواجد الإعلامي وهذا التواجد الشعبي وهذا التواجد المصري الفعال على هذه المصر شفنا الأمين عامل الأمم المتحدة لأنتوني جوتيرش وده لعامل محكمة جنائية كله موجود في المقبلة ده هنتنقل للجهود بس أنا بقول لحرارك السوابت المصرية السوابت المصرية كانت في حتمية وقف هذه الحرب المجنونة من قبل جيش الاحتلال وتفهم أن الأمر لا يتعلق بانتقام الأمر يتعلق بإبادة طيب على المستوى السياسي لازم نشوف الاتصالات كم الاتصالات التي تعقاها فخامة رئيس عفتاح السيسي والقربة من مئة اتصال هاتفي أدار من خلالهم الأزمة وركز على السوابت المصرية اللي بتنتهي بأنه هناك تمسك بسوابت تتعلق بالقضية الإنسانية وهناك تمسك بالسوابت تتعلق بالقضية السياسية لا للتهجير لا لحل القضية الفلسطينية أو تصفياتها عبر تصور أي طرف من الأطراف أنه قادر على إزاحة الفلسطينيين في أي اتجاه من حدود الدول الوطنية العربية لأن مصر تدرك جيدا أن الأمر لا يتعلق بغزة بقدر ما يتعلق بالضفة